مرحبا بكم في مكتبة العام عارف سألخص لكم اليوم الرواية القصيرة لاعب الشطرنج أو اللعبة الملكية للكاتب النمساوي شتيفان تسفايغ والتي نشرها عام 1941 الراوي هو مهاجر نمساوي يسافر على سفينة الركاب البخارية من نيويورك إلى بوينوس إيرس والتي كان أيضا على متنها بطل العالم في الشطرنج ميركو تشينتوفيتش مجموعة من عشاق شطرنج الأثرياء بقيادة قطب النفط الإسكتلندي مككونر يتحدون بطل العالم مقابل أجر مناسب في لعبة شطرنج متزامنة تلعب مجموعة الركاب بمن في ذلك الراوي ومككونر ضد تشينتوفيتش فيفوز الأخير وبينما تكون المجموعة على وشك خسارة مباراة ثانية يقاطعهم شخص يدعى الدكتور با فينقذهم من التخبط ويحققون التعادل مع بطل العالم لانبهارهم بمهارات شطرنج غير العادية للدكتور با يحاولون إقناعه باللعب بمفرده ضد تشينتوفيتش لكنه يبتعد عنهم رافضا للعرض يطلب الأثرياء من الراوي بعد ذلك التحدث إلى الدكتور با مرة أخرى بصفته ابن بلده فيجده على ظهر السفينة يعرف الدكتور با نفسه بأنه المستشار القانوني السابق ومدير الأديرة النمسوية الثرية والعديد من أفراد العائلة الإمبراطورية النمسوية في سياق سرد مضمن في شكل مونولوج ممتد يكشف عن خلفية مهاراته الرائعة في شطرنج يكشف أنه تم سجنه من قبل شرطة ألمانيا النازية السرية الجيشتابو التي كانت حريصة على الحصول على هذه الأموال والممتلكات ظل الدكتور وحيدا في غرفة في فندق وكان معزولا تماما عن العالم الخارجي لأشهر عدة في أحد الأيام تمكن من التقاط كتاب صغير من معطف شخص غريب أثناء انتظار أحد استجوابات الجيشتابو كان الكتاب يحتوي على 150 لعبة شطرنج من ألعاب الأساتذة الكبار بدأ الدكتور يقرأ تلك الألعاب حيث كان في البداية سعيدا جدا بالتمرين الفكري وليواسي ويلهي نفسه عن العزلة الكاملة التي كان يعيشها ولكن بعد أن حفظ كل مباراة في الكتاب ولعبها مرارا وتكرارا بدأ يلعب شطرنج ضد نفسه مقسما نفسه إلى أنا أبيض وأنا أسود أصابت الدكتور حمى بسبب هوسه باللعبة والتي سماها التسمم بشطرنج فلعب فقط في عقله إلى ما لا نهاية ضد نفسه بدون لوحة وقطع الشطرنج عانى في النهاية من انهيار عصبي وتم إطلاق سراحه لاعتقادهم أنه مجنون بعد أن شهد عليه طبيب متعاطف معه على بخيرة الركاب وجد رقعة شطرنج حقيقية لأول مرة بعد إطلاق سراحه وشارك في ألعاب مع غرباء لمجرد إشباع فضوله بالعودة إلى الباخرة وافق الدكتور على لعب مباراة واحدة ضد بطل العالم تشينتوفيتش على مضد وتغلب عليه بشكل مثير طلب تشينتوفيتش على الفور لعب مباراة أخرى ووافق الدكتور في مباراتهم الثانية تشينتوفيتش الذي صورته الرواية كرجل بدائي ومتعجرف ترك الوقت يمر بكل برود من أجل إثارة وصرف انتباه خصمه الذي تزايد قلقه وبدأ صبره ينفد أصيب الدكتور بنفس الحمى التي كان يشتكيها في السجن واستسلم أخيرا وانسحب مقررا أن لا يلمس رقعة شطرنج مرة أخرى في حياته أتمنى أن يكون ملخص لاعب الشطرنج قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر